تقدم للحثيين في مديرية الغيل وصمود للجيش في وادي المديرية فالأنباء الواردة من الجوف تشير إلى سقوط مركز المديرية بعد معارك عنيفة بين الجيش والميليشيا المصادر العسكرية أفادت بأن المعارك لا تزال مستمرة في مناطق السلامات ووادي آل بكر التابع لمديرية الغيل والقريب من مديرية الحزم وسط هجوم مستميت من قبل الحثي على منطقة الجعروب التابعة لمديرية المتون الجيش وفق مصادر إعلامية يحاول الحفاظ على ما تبقى من مناطق الغيل في خطوة للسعادة المديرية لكن نجاحه في السعادتها بنظر تلك المصادر مرتبط بمدى تعزيزه بالقوات والأسلحة والخبرات العسكرية فضلا عن دعم طائرات التحالف التي تحلق دون إسناد جوي حقيقي تسند مديرية الغيل ظهرها إلى جبال الساقية التابعة للجوف التي تتلاقى بجبال يام التابعة لصنعاء وهو ما جعل من الغيل خط إسناد للحوثي وسهل من سقوطها بالإضافة إلى كونها بحسب باحثين معقلا قديما للفكر الحوثي إلا أن ناقدين لأداء الشرعية يرجعون السقوط المديرية إلى قلة الإمدادات العسكرية للجيش وانخفاض الطلاعات الجوية للتحالف ترتبط الجوف جغرافيا بمحافظات عمران وصنعاء ومأربة وحضرموت وصعدة فضلا عن امتدادها باتجاه حدود السعودية وهو ما يفسر استماتة ميليشيا الحوثي في السيطرة عليها ويمثل خروج مديرية الغيل من يد الجيش تهديدا محتملا لمديرية الحزم عاصمة الجوف وهو ما خلق شكوكا كبيرة حول ما الذي يجري في الجوف ولماذا يكرر التحالف خذلانا والشرعية تفرجها لجيش وطني لا يزال صامدا في جبال ورمال الجوف الشاسعة